الحديث الأخير سيكون مع ميكيلا السيسني رئيسة ومؤسسة شركة برايم جلوبال المعنية بتقديم الخدمات للأطفال ذوي الهمم دون سن 18 عاماً ولذويهم ولأسرهم ميكيلا سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحدى المناسبات التي خصصت للأطفال ذوي القدرات الخاصة أو قادرون باختلاف كما يروق لنا أن نسميهم هنا عرض على السيد الرئيس رقم مرتبط بإحصاء عن أعداد ذوي الهمم كأطفال يومها قال السيد الرئيس أنا لا أتعامل مع هذه الأرقام كأرقام إنما أتعامل مع الرقم مؤشر للأسر المعاناة التي يجب أن ترفع يجب أن ترفع عن الأسر وعن الأطفال في آن واحد لا عن الأطفال فقط أنتم معنيون بهذه الجزئية ما الذي تغير في واقع الدعم المقدم للأطفال ولذويهم لأمهاتهم تحديداً ما بعد الجائحة جزيلاً لوجودي معكم وأتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والزملائي هنا على المناصة نحن هنا اليوم جميعنا لأننا نتشارك في حلم أن العالم سيعيش حياة كريمة كل فرد في العالم يجب أن يعيش حياة كريمة كالملايين من الأطفال والنساء والذين لم يتموا تضمينهم في هذه الحوارات التي تتعلق بالتنمية والتخفيف من وطعة الفقر عن اليونسيف والبنك الدولي مراراً وتكراراً تحدثوا أن الأطفال مهمشين ولكن ما لم نتحدث عنه هو أمهات هؤلاء الأطفال وأيضاً الضغوط النفسية ولذا أود أن أصفق وأحيي حياة كريمة لتضمين هؤلاء الأطفال في الحوارات وفي الفيديو وهذا أمر غير عادياً وغير شاع في محادثات تتعلق بالتخفيف والقضاء على الفقر وزيادة مستوى معيشة الأسر الفقيرة عادةً هذا لا يكون غير متضمن ولذا أود أن أحيي فخامتكم على هذا الأمر أيضاً نحن قمنا بمشروف عام 2014 و15 كيف نعمل على إنهاء المعاناة الفقر عن كاهل الأطفال ذوي الحمام وبالطبع كان هناك أهداف أن لا يكون هناك فقراً وأيضاً أن يكون هناك حقوق المرأة ورفاهي الأطفال وأيضاً وتضمين الأطفال ذوي الحمام وأمهاتهم وأفضل الطرق لإنهاء الفقر وخلق حياة كريمة للأطفال ذوي الحمام وهو دعم وتعزيز والاستثمار في أمهاتهم في عام 2017 كنت أعمل من خلال شركتي أتيت إلى مستشاركت في مشروع اليونسيف وهو تقييم ذوي أهل احتياجات وأيضاً أمهات اللاجئين وأمهات ذوي الحمام ووجدت أن احتياجات الأمهات حول العالم أمهات ذوي الحمام يمكن أن نقوم بتحديد الأولويات والاحتياجات الأول التعليم أمهات ذوي الحمهم في حاجة إلى تعليم أطفالهم وما الذي يحتاج أطفالهم وما يستطيعون القيام بكيفية دعمهم وهذا أمر عادة ليتم تضمينه في برامج التنمية احتياجاتهم هي المال بطبع أظهارة الأبحاث إعطاء الأموال النقدية إلى الأمهات أحد الوسائل الفعالة والإيجابية لرفع معاناتهم وأيضاً الدعم الاجتماعي ما زالت الصدمة الاجتماعية والعزل الاجتماعية موجودة أحياناً لهؤلاء الأطفال أثناء الجائحة بالطبع تم الإغلاق ولم نكن أن نتضيع الإسهام اجتماعياً في المجتمعات هذه هي خبرات التي يعاني منها أمهات ذوي الهمم كل يوم وبالطبع الجائحة أدت إلى سوء هذه الأوضاع أكثر فأكثر كذلك شأن كل الأباء والأمهات ذوي الهمم حول العالم هم في حاجة أن يتم تضمين أبنائهم وبناتهم وأنهم دائماً ما يرغبون في الأفضل لأبنائهم وبالطبع أنها مشروع مباشر لحياة كريمة نحن نحاول تقديم المساعدات على كامل المستويات وهو أن نحق متعدد الأبعاد والدعم الذي نقدمه يمكن أن يتم تقسيمه إلى خمس مكونات أيضاً كما ذكرتم ومسبق إعطاء الأموال النقدية إلى الأمهات أفضل الطرق لزيادة الوضع وتحسين وضع الاقتصادية للأسر وأيضاً التدريب على التدريب المهني نعم تم ذكر هذا التدريب المهني وأود أن أذكر هنا أن الأمهات ذوي الهمم عادةً لا يكون لدينا القدرة في المشاركة في هذه التدريبات وبالطبع وأن يتطلعنا إلى أفضل الرعاية في التعليم والصحة لأطفالهم وأيضاً 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 من المهمة تدريب الأمهات من أجل تمكينهم أود أن أقول أن المكونات الثالثة الأخيرة هي تكوين مجموعات لهؤلاء الأمهات لا فقط تلقي الدعم ولكن أيضاً لإعطاء الدعم وهذا أمر تعلمناه من خلال الجائح أن تكون لدينا القدرة على الإسهام في مجتمعاتنا وهذا ما يجعلنا نشعر أننا نمثل معنى كبير لمجتمعاتنا ولذا فأن أمهات ذا والإمام أيضاً يحتقون إلى هذا الدعم وهذه المساندة شكراً سيدي شكراً لكل المتحدثين الأفاضل على هذه المنصة